طيب نروح بقى على النادي الاهلي وطبعا زي ما حضرتكم اكيد تبعته برضو بارح النادي الاهلي تعادل مع فريق البنك الاهلي بنتيجة واحد واحد ضمن منافسات الجولة الخمسة والاخيرة من بطولة كأس رابطة الاندية المحترفة موسيماني كان ليه تصريح بعد المباراة اكد فيه ان الفريق اعتمد على مجموعة اللاعبين الناشئين في ختام منافسات كأس الرابطة بسبب الغيابات ما بين اصابات ويعني فيروس كورونا وتعرض اكتر من لاعب للاصابة اخرهم طبعا الحارس مصطفى شبير واللاعب محمد مغربي وكمان الدكتور عمر محب المترجم اضاف موسيماني حاولته على قدر المستطاع ان احافظ على مجموعة من اللاعبين قبل السفر الى الامارات المشاركة في كأس العالم للاندية بيرسي تاو شارك في مباراة الماضية امام سموحة وتعرض للاصابة ولن يلعب في كأس العالم للاندية لم نرغب في ان نتعرض للمزيد من الاصابات واتمنى عدم فقدان اي لاعب جديد نظرا لتعرض للاصابة خصوصا الدوليين وقال كمان نسعى لتقديم افضل ما عندنا في كأس العالم للاندية طبعا كلام مهم جدا واكيد الدعم ودعوات كل الاهلوية مع فيكس المسلماني والجهاز الفني وطبعا كل اللعبين رائع جدا نفسك